موسيقى موجز لهم الأنباء من التناسح صرح الناطق باسم الجيش الليبي عاقي طيار محمد بنونو إن قوات الجيش صدت هجوما للميليشيات المسنودة بالمرتزقات وطيران الإماراتي المسير على التراجع بعد محاولتها التسلل بمحوري الخلى والنهر بنونو وفي تصريحات صحفية الأحد أضاف إن قوات الجيش تمكنت من تدمير خمس آليات مسلحة ودبابة كما تمكنت من القبض على سبع عناصر من ميليشيا حفتر الهاربة بعد محاولة تسلل الفاشلة تعرض مطار معتيقة دولي ظهر اليوم إلى قصف جوي من قبل طيران مجرم الحرب حفتر بحسب ما صرح الناطق باسم الإعلام الحربي عبد المالك المدني ويأتي استهداف المطار بعد أيام من إعلان وزارة المواصلات عن استئناف العمل به وبعد تأكيد المبعوث الأممي بليبيا غسان سلامة خلوه من أي مظاهر عسكرية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد جبلاوي إن تقرير الخارجية الأمريكية يؤكد على عمل حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب فعليا وخاصة عندما قضت على معاقل ما يسمى بتنظيم الدولة في سرط القبلاوي أوضح إن التقرير يشير ضمنا إلى إنما يروج له مجرم الحرب حفتر وميليشياته بأنها تحارب الإرهاب في طرابلس ما هو إلا افتراءات لأجل مكاسب سياسية فقط وفي سياق المفصل أكد القبلاوي إن الخارجية على تواصل مع سلطات المالطية بمالطة بخصوص الأموال التي جرى إيقافها وإنهم سيعلنون عن المواقف النهائية بين الحكومتين حيال استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات أعلنت محكمة إسئناف طرابلس اليوم الأحد إنها قامت بتأجيل جلسة الحكم في قضية مذبحة سجن أبو سليم المزمعي عقدها اليوم إلى يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل بحجة عدم اكتمال المداولة وعلى إتر هذا التأجيل خرجت مظاهرات لإهال الشهداء أمام مجمع المحاكم بمدينة طرابلس اعتراضا على هذا التأجيل في هذه القضية الذي تكرر لأكثر من عشرين مرة يذكر أن مجزرة أبو سليم ارتكبها النظام السابق سنة 1996 ورح ضحيتها 1200 معتقل وقد تم بها قرابة 35 متهما أبرزهم رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد القدافي عبدالله الصنوسي نهاية المجدد في حفظ الله ورعايته